في خطوة لزيادة القدرة التنافسية وبتوجيه من القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري لمصر تواصل الدولة المصرية في وضع استراتيجياتها للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030 استراتيجية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمواني البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومية لأن وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبا مهما على طريق التجارة العالمية خاصة للدول الأفريقية والعربية ولدعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية كان انضمام سفينة وادي الملوك أحد أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصرية من تراز كامسر ماكس حمولة 82.300 طن ساكن ليصبح بذلك إجمالي حمولة الأسطول المصرية الذي يتكون من ثلاث عشر تسفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن وفي إطار المتابعة الرئاسية المتواصلة لكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التنموية وإنجاز المشروعات القومية بأفضل الطرق تواصل الدولة جهود تطوير أسطولها التجاري لتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط خاصة المواني البحرية والسكة الحديد والنقل النهرية لأنها طوق النجا من الناحية الاقتضادي نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة النقل البضاء